تحسين جودة التعليم، زيادة مشاركة المرأة في التعليم الثانوي وتعزيز مهارات الشباب ومحول أمية أهم مخرجات قمة واكشوت حول التعليم في الساحل الإفريقي برئاسة الرئيس الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني هي قمة جاءت لتعيد ترتيب الأولويات وتضع دول الساحل أمام تحديات الخروج من سلسلة الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية الهشة والدخول في المعركة الأهم، معركة العلم طبعا هناك بيان ختامي يتضمن إعلان واكشوت باعتباره وذيقة مرجعية لبرنامج عمل متكامل طبعا يهدف إلى تطوير وتحسين جودة التعليم ببلدان شبه المنطقة في نهاية الاجتماع أصدر قادة دول الساحل الخمسة إعلان مشتركا لدعم إصلاحات تفضي إلى تعليم جيد في المنطقة من أجل مستقبل أفضل لشباب الساحل عبر سياسات متوسطة الأجل، ووفقا لإستراتيجية تعليم تسعى لتسريع بلوغ أهدف التعليم الأساسية بحلول سنة 2025 إلى غاية سنة 2030 بحث قادة دول الساحل النيجرد شاد بوركينافاسو مالي وموريتانيا خلال قمتهم خارطة طريق لتحسين الاستثمار في مجال التعليم في محاولة منهم إصلاح ما أفسده التطرف في منطقة الساحل أحرزت بلدان الساحل تقدم كبيرا في مضاعفة معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ومضاعفة معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي ثلاث مرات مع ذلك يقول السيد الرئيس لا يزال يتعين على بلدان الساحل مواجهة العديد من التحديات لتوفير الوصول الشامل إلى التعليم وتوفير التعليم الجيد لجميع شبابنا نحن في حلقة مفرغة كلما زاد عدد الأطفال عندنا ضعفت قدرتنا على تعليمهم وكلما قل تعليمهم زادوا بدورهم في عدد الأطفال الذين ينجبونه وهي عوامل في سياقنا الاقتصادي اجتماعي تؤخر التنمية والنمو هذا طبعا اختباس من رئيس الجمهورية محمد الشيخ غوزاني واقع تعليمي مقلق تعيشه منطقة الساحل ألاف المدارس مغلقة مئات التلاميذ والأساتذة يقتلون من قبل الجماعة الإرهابية ومستقبل مجهول ينتظر تجسيد مقترح إنشاء معهد الساحل العلومي والتعليم والإبداع التربوي المطروح بقمة واكشوت من قبل الرئيس الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني